من جانبه تقدم السفير أسامة عبدالخالق منذوب مصر في الأمم المتحدة بالشكر للمنظمات الدولية على محاولاتها لإنهاء العمليات العسكرية في القطاع المحتلة ودعم وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بشكل كامل شدد السفير في كلمة مصر على ضرورة الالتزام بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه يحق للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين أشكر الأمين العام على هذه النظر الاستشرافية للسلام العالمي ونحن نشيد بالأمين العام على ما تقوم به الأمم المتحدة عالميا لتحقيق السلام ونشكركم على اللجوء إلى المادة 99 من المثاق والتي تنادي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة الأممين العام أن تحديدك لكل الآثار لحرب غزة هو أمر نموذجي ونطلع قدما إلى تفعيل آليات الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية لغزة وفقا لقرار مجلس الأمن 2720 ونود أن تستمر الأنروا في عملها بشكل كامل وندعم الإجراءات التي تم اتخاذها ونطلب نجمع التعامل بالعمل بحكمة لتبقى الأنروا فعالة بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر